إزاي نقدر نحافظ على جمال وصحة شعرنا ولأن الشعر ده حاجة مهمة جدا يا دكتور وخاصة السيدات يعني هم الأخاص أنه هم بيكون عندهم مشاكل في الشعر ويبقى مش عارفة أنا أعمل إيه عشان شعري أحافظ عليه طيب وقفت سبغات وقفت حاجات معينة ممكن تكون دي اللي بتأثر على شعري ومازال شعري بيتساقط عايزين حركة النهاردة تقول لنا إزاي أقدر أحافظ على شعري برونك وجماله ولمعيته الطبيعية طيب أشكر لحاجاتك وقسرة الهداء على اختيار الموضوع ده لأنه زي ما حاجة قلت في الانتروداكشن تاج المرأة هو شعرها طبعا ومن الحاجات المهمة جدا اللي بتهتم بيها وهي بتظهرها للناس وفي نفس الوقت الشعر بتعرض لعوامل جوية وعوامل غسيل وأنواع معينة من شامبو وأمراض كتير جدا بتصيب فروط الرأس تنعاكس على الشعر وساعات علاجات بنستخدامها لعلاج فروط الرأس تنعاكس على الشعر ففي كثير من العوامل اللي بتغير من شكل الشعر وطبيعته وتؤدي إلى تساقط وتؤدي إلى المبقاش طبيعي زي ما البنت أو السيدة عايزة برضو تمام هل يا دكتور في حاجات معينة أنا أقدر أعملها في البيت سواء أكل أو ميا أو نظام معين أنا أمشي عليه بحيث أن هو يأثر على الشعر يعني كلنا عارفين أن الغيزة برضو والحاجات اللي احنا ممكن نكون بنعملها على مدار حياتنا يكون لها تأثير قوي جدا على بشريتي وعلى شعري في حاجات معينة أو نصائح عامة حررت ممكن تقدمها لنا النهاردة نبتدي بنصائح عامة الشعر ده لازم نتخيله زي شجرة بالزبط زي النبات بالزبط النبات له جزر وله ساق وله أوراق بتطلع من الساق دي فالشعرية بتاعتك عمرها ما هتبقى بمعزل أو منفصلة عن صحة الجسم عموما إذا كان فيه أنيميا حينعكس على الشعر ده إذا كنتم بتتغذيش غيزة كويس حينعكس على الشعر ده بتستخدمي نوع معين من الرجيم اللي هو بيسمه رجيم الكيميائي بدون الشفطيكبي أو بتستخدمي مواد معينة برضو حينعكس على صحة الشعر يعني الشعر ده مش هو الحاجة اللي بنروح نطولها نكسفها نزودها لا أنت ممكن تروح لكوفير مثلا تزبغي شعرك تعمليه كرلي تعمليه سايح لكن ما ينفعشي تغيري في صحة شعرك نفسها إلا من خلال الصحة العامة الأكل المتوازن شرب الماء الاهتمام بعدم التعارض للحرارة ورطوبة الجامدة الغسيل المنتزم بالشامبو أي حاجة مرضية اللي هنتكلم عنها لازم نروح للطبيب المتخصص في الأمراض الجلدية ما ينفعش نستخدم فيها الوصفات أو التريتمنت أو الحاجة بيسموها الروتين أو الحاجات اللي احنا دايما بنقول عليها دي دا الحل السحري يا دكتور اللي دايما بنتكلم عنه آه ومية الرز ومية القلقاس كل الكلام دا ما فيش كل دا طبعا كلام فارغ وخلطة الزيوت يا دكتور الكثيرة وخلطة الزيوت والطوم طبعا الطوم دا كارثة من الكوارث يعني احنا هنا عندما نتكلم عن الروتين اليوم العادي للشعر بنقول الغسيل المنتزم بالشامبو إذا كان في أي حاجة مرضية نروح للدكتور والتغذية السليمة في معادة ذلك أي حاجة اللي بنعملها لشعرنا مش بس ما بتفتش ممكن تضر طب وعلاقة خلي التفاح بالإشرة هل لي علاقة قوية ويتضيع الإشرة لي علاقة خالص ولا بتضيع ولا بتعمل حاجة لأن الإشرة دي برضو زي ما هنتكلم عنها في الحلقة ممكن تكون إشرة بسيطة أو عادية وممكن تكون إشرة دلالة على مرض فبرضو اللي حدد كده برضو الدكتور ما فيش حاجة اسمها الإشرة خالص يعني احنا في الطب ما يعترفش بحاجة اسمها الإشرة خالص في حاجة اسمها مرض في الجسم من ضمن مظاهره أو من ضمن أعراضه إشرة الرأس وممكن تكون إشرة بسيطة بس وممكن تكون دلالة أو عرض على مرض تاني في الجسم اللي يعرف كده الدكتور بس لكن عايزة وصفة للإشرة وصفة لتسقط الشعر عايزة حط توم عايزة حط قلقاس عايزة حط الميترز كل الكلام الفاضي اللي بنسمعه ده وسبع حبات وسبع ورقات وسبع زيوت كمان ساعات فيه إسلوبين للناس مع الناس الإسلوب الأول اللي هو العودة إلى الطبيعة والأدوية دي كيمويات والدكاترة والصيدلة بدول ما في الأدوية وعاوزين يكسبوا من الأدوية والكيمويات والعودة إلى الطبيعة اللي هو الأس والطم والبصل والخص والجرجير والكلمة الفاضي ده فيه بقى اتجاه تاني بقى اللي هو بيستغل عقدة الخواجب اللي هو إيه استخدام البوتوكس للشعر استخدام الهيرونيك للشعر استخدام الفيلر للشعر استخدام البروتين للشعر التريتمت بتاعة الشعر نستخدم ألفاظ إنجليزية يعني يقام نستخدم ألفاظ عودة للطبيعة وللجهل يقام نستخدم عقدة الخواجب ندي كلمة إنجليزية كده يعني كلمة بوتوكس بوتوكس احنا قلناها في حلقات تانية دي مادة بتشغل على العضلات ما لاش علاقة في الشعر لكن دلوقتي عادي تلاقي البنت او السادة تقولي انا روحت عملت بوتوكس لشعري طبعا العد على قولة طب العد على كلية الطب حتى من غير ما يدخلها يعرف ان بوتوكس بشغل على العضلات ايه علاقته بالشعر بس لانها كلمة انجليزية فالناس بتتوهم بيها وروحت عملت بوتوكس لشعري ب3000 جنيه ب4000 جنيه عند بيوتي سنتر برضو مايقولوش مركز تجميل عشان كلمة بيوتي سنتر بتجيب مع الناس اكتر عشان انجليزية فبس